السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد من قناة شهوات سهلة واقتصادية كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة ورمضانكم مبارك اللي يدخلوا عليكم الصحة والسلامة وبكل ما كنتمنى وإن شاء الله يا رب ومرحبا وألف مرحبا بالناس الجداد اللي عادلت حقوا بالقناة كنتمنى تناه الإعجاب ديالكم وكنتمنى إن شاء الله نكون دائما في المستوى المطلوب وكذلك نشكر جزيل الشكر ناس اللي كيشجعوني ونشكر كل اللي كيخليليا كلمة طيبة في تعليق اللي كيخليليا جيم للفيديو شكرا جزيلا على المساندة ديالكم وعلى التشجيع ديالكم الله يجزيكم بالخير واليوم جيت نشارك معاكم طريقتي في المسمن اللي كيجي من أروع ما يكون مسمن خامر كيكون فيه الخميرة وكيخمر وكيكون من السم بالفاني صراحة كيجي رائع جدا كي يدوب في الفم تاكوليه بلا دهين بالعسل بلا أتيب للتحاجة وحتى إلا كنتي معا مرا قدرتين نسمن أو لما كيستقلكش هالطريقة هادي غايستقلك من أول تجربة يجي مورق خفيف لديد بالزاف صراحة هائل أنا متأكدة إذا جربتوا غاتوا ليهم مدمنين على هالطريقة هادي معا مراكم ما زال ديروا المسمن بالطريقة العادية وإلا كنتي أول مرة تشوفي القناة مرحبا وألف مرحبا لكن تتمنى تغطي على زر الاشتراك وتفعل جرس التنبيهات باش دائما تصلوا بجديد الوصفات وما تنسونيش أخواتي دائما من جيم للفيديو وعلى بركة الله ندزو المقادير وطريقة التحضير وعلى بركة الله غا نحتاج الوحد زلافة دي الدقيق الأبيض وجوز لايف دي الدقيق الفينو أي السميد ناعم دائما الكيمية اللي درتو دي الدقيق الأبيض غا تديرو كيمية مضاعفة دي الدقيق الفينو هذا المسمن هذا كيجي نهشيش وكيدب في الفم ما كيجيش كيتشبت بحل الله في الدقيق الأبيض كتير هنايا غا نضيفه ملعقة كبيرة من سكر حبيبات ملعقة كبيرة من خميرة العجين كذلك غا نضيفه الملح تقريبا نصف ملعقة صغيرة وكيبقى على حسب الضوق من بعد غا نضيفه جوج ملاعق كبار من حليب بودراء الحليب المجفف والآن عندي الماء الدافي نفرغ واحد الكيمية على ديك الخامرة والسكر باش يتفعلوا من بعد غا نضيفه بيضة كاملة والآن غا نجمع العجين ديالي بالماء الدافي هنا كنخلط ونجمعه حتى كنحصل على واحد العجين اللي متماسك ما كيكون شرخوا بزف وما كيكون جعوا تاني قاصح غتشوفوا القوام ديرو في الصورة من بعد ما كنجمع العجين كنحطها فوق سطح العمل وكندلكها مزيان وكنضيف الماء كل ما حتاجت ليه راكم عارفين دقيق الفينو راح كيشرب ودروري ما دلكوا العجين ديالكم مزيان من بعد ما دلكت العجين ديالي مزيان كنحصل على واحد العجين متماسكة وكي تكون ملساء الوجه مباشرة غنقطعها الكوائرات انتم على حسب الحجم اللي بغيتوا بيتهم كبار او اللي بغيتهم صغر كيما شفتوا أنا كندير كوائرات متوسطة كنقطعهم كاملين بهذا الشكل هذا والان كناخد واحد اللوحة او البلاتو او لاي شي غتحطهم فيه كندهنوا مزيان بالزيت وغنبدأ نقضل الكوائرات ديالي لان في الاول قطعهم بشكل عشوائي الان غنبدأ نقضهم بهذا الشكل هذا باش نتحصل على كوائرات مقدين وانحطهم فوق البلاتو هذا وبدون ما كاندهن يدي بالزيت لان اذا دهننا يدينا بالزيت كتدخل لنا مع العجين وكتعدبنا اللي بغينا نورقوها كتبدأ تقطع لنا العجينة يستحسن انكم تصوبوهم بحلقة غير بيديكم بلا ما تدهنوها بالزيت العجينة را كتكون لينة كتكون زوينة يعني كنتحكموا فيها كما بغينا ما كانحتاجوش الذهين ديالزيت كانقدهم كاملين وكانحطهم من بعد ما كانسالي الكوائرات ديالي كاملين كانقدهم كانناخد القليل من الزيت وكاندهن لهم الوجه ديالهم كامل والان غنغطيهم بواحد البلاستيك غدائي او لبسلوفا نغلفهم زيان باش مينشفوش لنا وباش يخمروا لان هذا المسمن كيخمر نخليهم تقريبا 21 دقيقة حتى 30 دقيقة وان شاء الله نرجعوا باش نكملوا الطريقة من بعد ما دازت نصف ساعة المسمن ديالي كيما جبتو الخمر ونايا دوبت القليل من الزبدة بالنسبة للزبدة درت الزبدة ديال التوريق زبدة ديال التوريق مربعة درت نصف ديالها اي 125 جرام ضفت عليه القليل من السيت دوبتو مزيان والان ضفت عليه جوج اكياس ديال السكر الفانيلا ونصف كيس ديال خميرة الحلويات والان غنبدا نورق في المسمن ديالي كندهن سطح العمال بالزيت وكنناخد الكوعيرا ديالي كنصرحها دائرة كبيرة مزيان تصرح مزيان بالنسبة لمبتدئات ضروري ما تورقوا مزيان خصوصا الجوانب ركزوا على الجوانب جروا فيهم العجين مزيان ودهنوا بالزيت مزيان هكا باش يساعدكم بتورق لكم العجينة كيما كتشوفوا معايا في الاول كنصرحها فقط تغير بالزيت بوحدها من بعد ما كنصرحها مزيان عاد كندهنها بدك الخاليط ديال الزبدة والفانيلا هدلي منسم هذا كيجي هدلي منسم من هذا عفوا كيجي منسم برائحة الفانيلا صراحة كيجي هائل جدا وكندير واحد الرشيشة ديال السميدة فاد المسم منها دير اني نسيتها وكنطوي بالطريقة العادية كنظن نرى كل شي كيعرف هاد الطريقة ديال المسم من كنطوي كيما كتشوفوا معايا المسم من ديالي على شكل مربع وغنستمر بهاد الطريقة حتى غلسالي كامل من بعد ما كانكون ساليت الكمية اللي عندي كاملة كيما لاحظتم معايا ودائما كنغطيهم بواحد البلاستيكة او السلوفين باش ما كينشفوش والان وصلنا لمرحلة ديال الطياب دائما كنديروا المقلة تتقيلة ديال المسم من المعروفة كنديروها فوق النار حتى كتسخنوا مزيان ضروري ما تسخنوا مزيان كندهنوها بالقليل من الزيت وكنحطوه فيها المسم من ديال ما بعد ما كان قرصوه على شكل مربع بهاد الشكل اللي كتشوفوا معايا في الفيديو والعافية ضروري ما تنقصوها من بعد ما كتسخن المقلات نقصو على العافية مزيان لان هذا المسم من فيه السكر باش ما يتشوش لكم ضغياء يطيب على خطرو لانه ضغياء كيتحمر كما كتعرفو رافيه السكر ذاك شي علاش من اللي كتسخن المقلات كننقصو على العافية مهيلة وكنبدو نقلبو فيه دائما من كتنشوف المسم منها كنحطوها كتنشوف كنقلبوها للجهة الاخرى ودائما كنقلبو للجهة الاخرى ما كنخليوش على جهة وحدة وكنرشو بالقليل من الزيت فقط قطرات من الزيت لانه نديجة ورقنا بالزيت كيكون مية دم ما كيحتاج للقائل كتير من الزيت كنبدو نقلبو في المسم منها ديالناح تكت طيب وكتتحمر بهاد الشكل هذا وهاكدا كيكون الشكل النهائي ديال المسمن ديالي مبعد مساليتو كيجي محمر بهاد الشكل هذا كيجي كيدوب في الفم ورق خفيف هشيش صراحة واحد المدق اللي رائع جدا من السمبلفاني كيما كتلكم في اول فيديو كتتاكلوا بلادهين بالعصل بلاقتي ما يحتاجت حاجة كنتمنى تشربوا اخواتي انا متأكدى انه غير عجبكم بزاف وكنتمنى ما تبخلوش عليا بتشجيع ديالكم بجيم للفيديو كذلك تبرتاجيه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم والان غنخليكم الى فيديو اخر ان شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله